الأزمة الاقتصادية سايز أقول لحضراتكو حاجة إحنا مصر لغاية قبل كورونا كنا زي الفل ما كانش عندنا أي مشكلة وأعتقد أي حد بيحب مصر أو بيكره مصر هيعترف إن إحنا قبل كورونا كنا ماشيين زي الفل جات كورونا وما حسناش بحاجة ما حسناش بأي مشكلة ولا بوادر مشكلة بتصدي ليه؟ لأنه ما فيش سلعة نقصت من السوق رغم إن إحنا كنا بنعرض على حضراتكو وإنتوا بتشوفوا والفيديوهات كانت مالية السوشيال ميديا فيديوهات لدول متقدمة ودول عزمة والفيديوهات دي كانت بتبين الرفوف فضية لهذه الدول كان فيه نقص في السلعة إحنا ما حسناش بدا الحقيقة إنه الدولة المصرية اتعاملت مع أزمة كورونا اللي واجهت العالم كله اتعاملت مع الأزمة دي بمنتهى الاحترافية ده فيه يعني لما نقعد كده ونفكر أو نفتكر نلاقي إنه الحكومة عملت ببزخ جامد قوي في مسألة الأزمة الاقتصادية ده كنت بتبعط طيارات عفواً تجيب المصريين من بره وتنزلهم في فنادق خمس نجوم لغاية ما يخفوا ولا نسينا أعتقد إنه ده كلام صحيح وكلام حصل بالفعل وفجأة وما اعتقدش إنه كان فيه حد متوقع إنه تحصل حرب بين روسيا وأوكرانيا حصلت لما حصلت حرب بروسيا وأوكرانيا ظهرت وبدأت معاها المشكلة الاقتصادية المشكلة الاقتصادية عندنا احنا بس لا مش عندنا احنا بس بس أنا بتكلم علينا كمصر خرجت الأموال الساخنة وده كان غلط في رأيي برضو مش فكرة خروجها كان غلط لا فكرة إن انت كنت تبقى معتمد على هذا الرقم كبير في فكرة الأموال الساخنة لكن ده اللي حصل وخرجت الأموال الساخنة ارتفعت أسعار السلع في العالم كله وطبعا علينا خصوصا الوقود وانت بتكلم في روسيا وأوكرانيا فانت بتكلم في سلة الغذاء يعني ايه سلة الغذاء يعني بتتكلم بإن احنا كمصر بنستورد من الفطار لغاية العشر ده احنا بنستورده حصلت المشكلة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وطبعا كان فيه وقف امدادات حضرتكو فاكرين ما كانش فيه أي دول كانت بتعاني من وقف الامدادات وابتدت مصر تفكر في انها تجيب منين قامحة تجيب منين دورة تجيب منين تجيب منين وما كانش حد متوقع هذه الأزمة أو هذه الحرب الكارسية على العالم كله حرب روسيا وأوكرانيا جت بعد كده كرسة تانية كبيرة وبالنسبة لنا كمصر أقوى كمان من روسيا وأوكرانيا كرسة دي هي طفان الأقصى طفان الأقصى بنحكي لحضراتكو كل يوم عن اللي بيحصل فيه أهلينا في غزة من العدو السهيوني ويه تطور المسألة من حرب العدو السهيوني على أهلينا في غزة هببوس في ايه بيحصل في البحر الأحمر وصلنا ومازلنا لمشكلة أكبر من اللي بيحصل في غزة كمان هي مشكلة حركة الملاحة في البحر الأحمر أثر علينا أثر علينا وبزيادة بما فيها قناة السويس وإنت بتكلم في مصريين في الخارج بتكلم في السياحة بتكلم في قناة السويس ودول مصادر دخلك كمصر من العملة الصعبة سياحة تأثرت وعلى مستوى العالم بسبب اللي بيحصل في غزة وقناة السويس اتأثرت بسبب اللي بيحصل في البحر الأحمر وضيف بقى على ده كله إنه حدودك كبلد مكشوفة حواليك توترات وفوضى في السودان وفي ليبيا وفي غزة طبعا ده بيحتاج إيه؟ ده بيحتاج حاجة اسمها فاتورة الأمن والتأمين أنت طالما حواليك فيه لا يبقى أنت لازم تأمن بشكل أكبر طيب